اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة وبيطلب منها انها تحكيلوا الحلم بالتفصيل ولما بش بتقدر ترد عليه بيقول لها انها ما حلمتش وانهم قدروا يسخروها فبتقولوا انها عمرها مفكر التأذيب وانها كانت خايفة انه يعرف ان الجن سخرها لازييده وخايفة تخسره وبعد ما بيمشي صابر بتيجي الشغالة وبتقول لها ان حسن اتصل عليها وبيقول لها ان المنال تعبد في المستشفى وانها لازم تروح لها حيلا وبتروح رحاب المستشفى المنال وبتقف هي وحسن مع الدكتور واللي بيقول لهم ان المنال دخلت في غيبوبة وانها لو ما فقتش من الغيبوبة في وقت قريب هتكون في خطر هي والجنين واول ما بيسمع حسن الكلام ده بينهاره بيدرب في نفسه وبعد كده بنشوف صابر في البيت وامه بتسأله عن هبة وانها من بالليل مش بترد عليها فبيقول لها صابر انها تجاوزت وما تجاوزتش اي حد دي تجاوزت شطان واحكر واحد في الدنيا الراجل اللي شغله معاه وبيقول صابر لهمه ان هبة مش هترجع تاني ولو رجعت هتبقى مأمورة من الشطان وفي المشهد اللي بعد كده بيروح حسن على المكان اللي فيه الحجة عباس لكن واحد من اللي موجودين هناك بيقوله ان باع كل حاجة ورجع بلده وانه مش هيرجع تاني في المستشفى بتدخل الممرضة على الحجة صفاء واللي بتكون حالتها غريبة وبتزوم ولما بتحاول تكلمها الممرضة اللي انها بتكون في علام تاني وكأنها شايفة شبح ولما بيجي الدكتور يبص عليها بيقول ان دي اغرب حالة عدت عليه فالممرضة بتقوله ان ده سح وان ابنها الشيخ صابر كان عنده حق فبيقول لها الدكتور ان الكلام ده جهل وما يتقلش في المستشفى لكنه بعدها على طول بيقول انها تجيب لها ابنها صابر وفي المشهد اللي بعد كده بتروح رحاب لصابر وبتقوله ان حسن تسبب في تعب مانيل وانه ده حاجة غريبة خلت حالتها تسوق جدا وبيروح صابر لحسن وبيقوله ايه اللي عمله في مانيل وليه ميشي ورا الشيطان فبيقوله حسن انه اضحك عليه وانه مش قد الجن وما اقدرش عليهم وبيطلب من صابر يعمل حاجة تنقذ مانيل لو يعرف ينقذها وفي المشهد اللي بعد كده بتروح بلبيت عند امها وبتقول لها انها ما كانتش تقدر تقول لصابر على الجوازة دي عشان كانها يرفض ولما بتعطبها امها بتقولها انها اخترت العز وانها عايشة في عز عمرها ما تشوف زيه وبتطلب من امها انها تروح تعيش معاها لكن امها بترفض وبتترضع من البيت وبعد كده بنشوف صابر في المستشفى وبيقوله الدكتور انه اول مرة يشوف الحالة اللي بتمر بيها امه وانه ما شافش زيها وانه ما فيه السبب طبي للحالة اللي هي فيها وبيقوله صابر عن الادوية اللي جاب هالو فبيقوله انه مش لايه اي معلومات عن الدواء ده في ارض الواقع بس بالرغم من انه مش لايه تفسير علمي الا انه مش مقتنع بموضوع السحر وبيدخل عليه حسن وبيسأل على حالة امه فبيقوله صابر انه امه لازم تروح معهم البيت وانها ملاش قاعدة في المستشفى تاني وفعلا بياخدها صابر مع البيت وبتقول لامه عفاف يا ريت ياخد الحاجة صفائي ويوديها الشيخ لكن صابر بيرفض وبتسأل عفاف عيشة عن عماد لكن عيشة بتسيبهم وبتمشي لكن صابر بيحاول يلم الموضوع وبيقول لامه ان يظهر كده عيشة متخنقة مع عماد وفعلا بتسكت وبيطلع صابر ورعيشة وبيسألها لو كان عماد حاول يكلمها تاني او عرفت ما كانه لكنها بتسكت وبعد كده بتقوله ان هي السبب في كل اللي بيحصل ده وانها هي اللي خدت القطر وديته لعماد عشان يعمل بيه لعمل بس هي ما كانتش حاسة بحاجة ولا فوعيها فبيقول لها صابر انها كانت مصحورة وما كانتش فوعيها وبيقول لها انه مسمحها وفي المشهد اللي بعد كده دخل السكرتير بتعبوا الخير عليه في المكتب وبيقوله ان فيه كارثة حصلت في مشروع مارسة علم وده لما العمال لي واصاروا هما بيحفروا اساسات المشروع وان الحكومة جات ووقفت الحفر وشكلهم هيلغوا التصريح فبيقوله بالخير يكلم المحامي عشان يتصرف في المشهد اللي بعد كده بيروح صابر البيت وبتسأله عفافه بتقوله عملتوا ايه مع الحجة صفاء وبتقوله ان اماد جي اخد الحجة صفاء في العربية بتاعته وقال لها ان صابر مستني في المستشفى وبيدخل صابر بسرعة على قضية امه وفعلا مش بيلاقيها ترجمة نانسي قنقر